موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن المستفيد من التحريض وصراع الهوية في الجزائر في البداية ننطلق من هذا الفيديو الذي تم الترويج له بكثافة شديدة من قطعة النظير شاهدوا اشتركوا في القناة 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 هذا من جهة من جهة ثانية ان هذا الامر حدث في منطقة منطقة القبائل نجحت الدعاية والدعاية المضادة والبروباغندا التي تسيرها بعض الاطراف الى خلق حسسية تجاه هذه المنطقة وهذه الحسسية لن يستفيد منها الجزائريون ولن يستفيد منها اي طرف حتى في منطقة القبائل نفسها بل انها حسسية ستكون لها تأثيرات سلبية في المستقبل نظرا لهذه الحسسية التي ساهمت اطراف كثيرة ومن بينها النظام الجزائري في صناعتها وتأليبها ادت الى ما لاحظناه من ردة فعل قوية هناك الذي قال الكثير وهناك موجة من الكراهية والكراهية المضادة بل قرأت حتى اناس من منطقة القبائل شجبوا ونددوا بهذا الفعل هذا الامر الثاني الامر الثالث انه جاء في مرحلة ما يسمى رأس السنة الامازيغية او يناير حيث احتفلت هذه المنطقة واحتفلت الدولة الجزائرية بصفة عامة بهذا اليوم وهو يوم طبيعي كان الجزائريون يحتفلون به كرأس للسنة الفلاحية وكل منطقة هناك مسميات كثيرة وهناك عادات تمارس بين الجزائريين ونحن نشأنا على هذا الامر وكان اهلنا يقومون بنوع من الاحتفالات لهذا اليوم ولذلك هناك من اعتبره يوم يراد منه فرض اجندة معينة بسبب وجود اجندات كثيرة في المشهد الجزائري وهذه الاجندات تتعلق بالهوية وتتعلق بالسراعات العرقية وتتعلق بكثير من الامور التي هي اصلا تحمي طغمة وعصابة ما زالت تفسد في البلاد والعباد عندما يشتغل الناس ببعضهم البعض من سيستفيد؟ يستفيد اللصوص بلا ادنى شكل الذين ينهبون ثروات الجزائر ويهيمنون على قرار ويستغلونه في خدمة مصالحهم ومصالح قوى خارجية ولا يهمهم الداخل الجزائري ابدا امر اخر الامر الرابع ان هذا جاء ما بعد الدستور وشهدنا الجدل الكبير الذي رافق استفتاء الدستور خاصة فيما يخص بعض الامور التي حدثت فيما يخص الهوية فيما يخص اللغة الرسمية وايضا ما حدث لاحقا من بث بعض الدعايات التاريخية التي وصلت الى حد جعل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش ماسي نيسا وهو الذي كتبته وزارة الدفاع في موقعها الرسمي مما اثار السخط مما جعل الجزائريين الذين يتمسكون بهويتهم الاسلامية وهويتهم العربية وبلسانهم العربي يرون بان هناك اجند لأقلية معينة تحمل فكر معين يتنافى مع هوية الجزائر وبيان اول نوفمبر ويريدون استهداف هذا الامر واستهداف هذا الرصيد وهذه الثروة التاريخية بالنسبة لقيم الدولة الجزائرية امر اخر جاء ايضا في هذه مهامة عضجة احدثها ذلك التمثال الذي قيل بانه تمثال شيشناق وقبله نشرت صورة اخرى قيل انها صورة شيشناق وان هذا شيشناق وجد الامازيغ وتداول الناس صراعات كثيرة وعلى انه فرعوني وجاء من مصر وكذا 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 كثير من الامور عندما جاءت هذه الحادثة اثارت جدل لانها جاءت في زمان يتعلق بيناير في مكان منطقة تيسيو الزو وايضا في مرحلة حساسة تمرها البلاد والتي تشهد تحولات حقيقية فيما خص قضايا الهوية ومثل هذه الامر وناظر الشؤون الدينية في تيسيو الزو صرح تصريح ونفى ما حدث وقال بعد تداول شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن بث اغاني من مسجد قرية ايت وعبان بلدية اقبيل دائرة عيل الحمام ولاية تيسيو الزو وذلك تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الامازيغية نؤكد ان ما جاء في صفحة التواصل الاجتماعي غير صحيح وان شريط الاغاني مصدرها مكبر الصوت الذي كان موضوعا فوق القاعة التابعة للجنة القرية حيث ان المسجد يشهد ترميمات داخلية منذ عدة شهور بعد هذه التصريحات هناك من كذب ناظر الشؤون الدينية وهناك من صدقه ولكن الوجه العام ان ما اريد من تحريك للتحريض والتحريض المضاد قد نجح فيه من روج لهذا الفيديو حيث ان الناس اندفعت مباشرة في شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لهذا المقطع لم يكلفوا انفسهم التأكد فقط لان فقط بمجرد ما سمعوا الموسيقى يستطيع ان يكون حتى بيت بجنبه يكون عامل ميكروفون او شيء ويظهر كأنه مسجد لانك لن تستطيع ان تحدد مصدر هذا الصوت خاصة ان لن جاء صور المسجد ولم يقل شيئا وظهر كأن هذا الصوت منبعث من المسجد بسبب الخلفية الموجودة والكامنة داخل الناس تجاه هذه المنطقة بسبب ممارسات أقلية تنتمي إلى منطقة القبائل ومنها حركة ماك وغيرها وأيضا أقليات أخرى تنتمي إلى المناطق الأخرى التي أيضا متطرفة عنصريا وأيضا ممارسات من السلطة التي لم تراعي أبجديات المسئولية التي تفرض على الدولة أن تتعامل بمنطق آخر غير هذا المنطق الممارس من قبلها والذي يجعل الأقلية الأقليات تحكم في الأغلبية في عهد بوتفريقة كانت الأقلية تحكم في الأغلبية وفي هذا العهد الذي قال فيه تبون الجمهورية الجديدة أو الجزائر الجديدة صارت أقلية الأقليات هي التي تحكم الأغلبية بهذا المنطق صار رد الفعل سريع بمجرد ما يأتي شيء يمس الهوية ويمس المقدسات يندفع الجزائريون لذلك صار هناك خطر كبير يهدد كيان الدولة الجزائرية الآن بمجرد ما أن ترمي شرارة معينة تتعلق بشيء في الهوية سيندفع الجزائريون وبهذه الحالة ستكون العواقب وخيمة بلا أدنى شك علموا الجزائريين منطق التعامل مع مثل هذه الأشياء بعدم الاندفاع بالتثبت بعدم تحميل المنطقة كلها لأنه من غير المعقول لو نفرض جدلا أن ما حدث صحيح فتأكدوا يقينا أنها مجرد أفراد معينين استعملوا هذه الفعلة وروجوا لها من أجل تحقيق غايات كبرى إن ساق لها الكثيرون أولا تجريم منطقة القبائل برمتها وهذه المنطقة يا جماعة راهي مثل جميع مناطق الجزائر فيها الغث والسمين منطقة القبائل هي منطقة جزائرية فيها جزائريين فيها مسلمين فيها ناس يحترموا دولتهم ويحترموا كيانهم ويحترموا هوية إخوانهم ويحترموا كل شيء ولكن فيها أقلية وإن صحة التسمية شرذمة موجودة في كل المناطق هدفها فرض إديولوجيتها وفرض مخططاتها التي تتماها مع مخططات خارجية وهذه المخططات هي الانفصالية تريد أن تجعل منطقة القبائل تعيش في رعب تعيش وهي تشعر بأن عموم الجزائريين يكرهون هذه المنطقة تعيش تحت الضغط وإذا اندفعت هذه المنطقة بأي فوضى وبأي ممارسات ضد الدولة وكان رد الفعل أيضا تجاه بشيء آخر فإن ذلك سيبرر للتدخلات الخارجية التي تأتي دائما بمنطق حماية الأقليات وحماية هؤلاء وفق القوانين الدولية وهذا الذي يسمح لتدخلات مشرعنة بمنطق القانون الدولي والمواثيق الدولية في الشأن الداخلي جزائري لا يجب تجريم كل للمنطقة القبائل الذي ارتكب هذا الفعل إن صح مجرد والذي قام أيضا بتصوير هذا الفيديو بهذه الطريقة التي مبيت نيته فيها هو يعرف أولا أن الجزائريين يدفعون بسرعة بمجرد ما يشاهدون هذا الفيديو أمر آخر أنه أراد تحقيق هذه الغاية من المفروض في هذه الحالة يفتح تحقيق قضائي وتحديد المسئوليات وتحديد النواية النية الإجرامية في بث هذا الفيديو هي ثابتة جرم استغلال المسجد لبث موسيقى نفاه ناظر الشؤون الدينية عندما تحدث لجنة تحقيق سيتثبت الأمر هل هذه حقيقة أم لا ولكن نية تصوير بطريقة هدفها إثارة نعرة طائفية ونعرة الكراهية بين الجزائريين صار جرم ثابت ممن يقفون خلف هذا الدين أما بالنسبة إلى ذلك التمثال اللي قالوا الشيش ناقون أمش نعارفه يا جماعة الناس انبعثوا وصاروا يريدون تصوير منطقة القبائل كأنها تعبد الأصنام وتعبد تمثيل وهناك من أجاء ويحرم وأراد أن يتعامل مع هؤلاء كأنهم في عهد الوثنية والجاهلية الأولى وما إلى ذلك من هذا المنطق إذا كانت تقولون روحه للولايات كل ستجدون أصنام بطرق مختلفة لم يسلم عبد الحميد بن باديس ولا سلم مجاهدون كبار ولا سلم الأمير عبد القادر عنده تمثال في قلب العاصمة ولماذا لم تتحدثوا على هذا أيضا أنه صنم وأنه يمس العقيدة ويمس الهوية الجزائرية ويعيد عبادة التمثيل روحوا أيضا إلى تلك المرأة العارية الموجودة في الصيف إلى كثير من التمثيل لم تثر الحساسية إلا قضية تمثال هذا الذي عمله في تيزي وزو ما يجب أن نعطي الأمر أبعد مما يريدون الناس الذين يقفون خلف هذه الأمور يدركون حساسية الموقف وحساسية المرحلة وحساسية المكان فيستغلون كل ذلك من أجل إشعال موجة كراهية تؤدي إلى مواجهة عنصرية وطائفية بين الجزائريين بين أبناء البلد الواحد إذا كان هؤلاء جابوا تمثال قالوا شيش ناقو بيق ناقو كذا 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 الدولة أيضا يجب هنا أن تتصرف بحكمة الدولة يجب أن تتعامل بحكمة ما يجب أنك تروح تصنع مثل هذه الأمور وانت تدرك تماما أنها ستثير حساسية بين عموم الجزائريين الجزائريون كانوا يحتفلون بيناير ولم يحدث يوما أن أثار فتنة في الجزائر ولكن عندما تبنتها الدولة رسميا صارت هي تثير الفتنة بهذه الطريقة بين أبناء الجزائر ترى لماذا؟ لأن النظام يدرك بأن إشغال الجزائريين بصراع الهوية، صراع الطوائف، صراع المذاهب وما إلى ذلك يشغلهم أيضا على مفاسد السلطة عندما الآن الجزائريون في هذا اليوم تركوا رحلة غياب الرئيس تركوا الوضع الداخلي الاقتصادي والاجتماعي وكورونا واهتزت الجزائر عن بكرة أبيها بسبب فيديو سيتبين ربما لاحقا أنه مفبرك بطريقة ذكية من أجل ضرب كيان الجزائريين وإدخالهم وفي متاهات كبيرة لذلك عندما أقول كم من مرة يجب أن تكون هناك طربية إعلامية أنا أقصد ما قلت حرفيا لأنه عندما تكون الشعب إعلاميا وتكون الأجيال الجزائرية الصاعدة إعلاميا لأنهم مقبلون على عصر إعلامي بامتياز إذا لم تكن لديهم ثقافة إعلامية كيف يتعاملون مع الصورة كيف يتعاملون مع المشهد كيف يتعاملون مع الخبر لا يتناقلون أي خبر يصل إليهم بمجرد أن يدغدغ مشاعرهم بهذه الطريقة تصنع جيل محصا إعلاميا لا يمكن إثارته بأي شيء آخر نحن الآن في عصر كل واحد تحول إلى قناة فضائية بمجرد أن يحرك الكاميرا يستطيع أن يزلزل دولة بفيديو معين يدرك كيف يصوره وتكون نوايا مبيتة وسيئة في هذه الحالة سيكون دائما الأمن القومي والوحدة بين الجزائريين دائما في خطر هذا الذي يجب الانتباه إليه أيها الناس هذا الذي يجب انتباه إليه أيها الجزائريون لا تكون نقمة سائغة لمشاريع خفية تستعمل هذه القضايا من أجل ضرب وحدتكم وضرب زعزعت استقراركم النظام الجزائري يتحمل الكثير من المسؤولية فهو استمع إلى أقلية الأقليات في الدستور في كثير من القضايا وحولها إلى شيء كان يحتفل به الجزائريون كعادات وتقاليد حولها إلى يوم رسمي تتبنىها الدولة بهذه الطريقة في حيث لا تتبنى أشياء أخرى رسميا مما جعل هناك تطاح مما جعل أن الأغلبية الجزائرية التي عندها عادات وتقاليد معينة صارت تشعر كأنها مصلت عليها أقلية تريد فرض إديولوجيتها في ظل البروباغندة الإعلامية التي تمارس مشكلتكم أيها الجزائريون ليست ششناق أنك تدير له صنم وتجيبه هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا في أمرك مشكلة الجزائريين هي الاقتصاد هي الصحة هو الأمن هو السياسة الخارجية مشكلة الجزائريين هي الفساد مشكلة الجزائريين أن يجب أن تكون لديهم دولة مؤسسات حقيقية أي شيء يجري يجب أن تخوض فيه مؤسسة شرعية منتخبة تكون قوية تتكون من كفاءات حقيقية تراعي مصالح الجزائريين أما الانشغال بمثل هذه الأمور صدقوني أنها عصابة تريد أن تشغلكم بدل أن تنشغلوا أيها الجزائريون بهذا النظام الذي فرض عليكم دستور أقلية الأقليات الذي فرض عليكم عصابة تتحكم في لقمة عيش أبنائكم والذي فرض عليكم سياسات فاسدة بمعنى الكلمة وحول الجزائر لا تملك أدنى مستشفى يعالج الجزائريين حولت الجزائر لا تملك أي قدرات رغم أنها دخل لخزانتها منحو 1500 مليار دولار الذي يمكن أن يعيد الجزائر ويبنيها مجددا وتتحول إلى دولة راقية وشعبها كل غني ولكن للأسف بسبب هذه الطغمة الفاسدة هؤلاء اللصوص الذين هيمنوا على ثروات البلاد حولوها إلى هذا الحال والآن الجزائر تعيش هذه التحولات يريدون إشغال الجزائريين بمثل هذه الأمور وأكاد أجزم لكم أن هناك جهة معينة في السلطة نفسها هي التي ساهمت في الترويج إلى هذه المقاطع المثيرة وأثارت الجدل ولاحظناها عن طريق حشرات إلكترونية تتواجد تجده يسمي نفسه ابن الأمازيغي البربري وهو ذاك يسمي روحه أبو كذا العربي وتلقى نفس الشخص هنا يسب القبائل ويسب البربر وهنا يسب العرب وكذا وكذا وكل ذلك هدفه إثارة صراعات لا تفيد الجزائر في شيء أنتم أيها الجزائريون كل منطقة لديها عاداتها وتقاليدها لا تتركوها تتجاوز عادات وتقاليد دأب عليها الجزائريون ولا تحولوها إلى دين فدينكم هو الإسلام والإسلام لديه شريعته ولديه عقيدته ولديه أهل العلم الذين يفتون في مثل هذه الأمور ويجب أيضا على الجزائر تكون لديها مؤسسة دينية حقيقية لازم تكون هناك هيئة إفتاة تتكون من علماء ليست وزارة فقط أنها مجرد وزارة تتعامل بمنطق الإدارة مع قضايا الدين وقضايا المساجد ومثل هذه القضايا في هذه الحالة يجب فتح تحقيق أمني عميق وكشف كل هذه الخبايا لأن هذه ليست الأولى ستأتي حالات أخرى وقد تؤدي إلى الصدام بعدما كان الجزائريون يعيشون في وئام القبائل يروح ونحب وشي ويروح ونحب وجدنا الكثير من الجزائريين عشنا في مناطق كانوا بيننا ناس من بلاد القبائل وناس من شوية وناس من مختلف من مختلف المناطق ولا يوما كانت هناك عنصرية ولا أي شيء من هذا القبيل لاحظوا ما حدث في منطق في سوريا وفي كثير من الدول وفي العراق عندما بثوا النعرة الطائفية كيف دمروا العراق الناس الآن العراقيين يبكون على العراق الذي تحول من بلد كان قوي ما فيه الشي الأمية إلى بلد الآن يغرق في التفهات والسفهات التي لا يمكن تصورها تريدون من الجزائر الآن أن تتحول إلى هذا النظام بعدما عاش عيش الجزائريين في رعب الإرهاب لا جاء الآن يعيشهم في رعب الصراعات العنصرية بين الجزائريين حتى يبقى دائما هو كأنه صمام الأمان لحماية هذه البلد مشكلتكم أيها الجزائريون أقبالوا بكلكم هي أن تكون لديكم دولة حقيقية دولة مؤسسات دولة راعي تكافؤ الفرص دولة تعدل بين الجزائريين وليس الدولة تصنع لكم تمثيل ثم تحرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبقى الجزائريون يتصارعون فيما بينهم على تفهات لا معنى لها نعم هل أنتم الآن محتجين أن جيبوا أو تصنعوا أو تصنعوا تاريخ ما قبل الميلاد حتى تثبتوا أنكم مؤثرين لن تؤثروا لو كان جبتوا أصنعوا قلتوا بل يروجدكم آدم أول مخلوق خلقه الله تعالى وأسجده له الملائكة لن يأتيكم شيء الآن الدول تفرض نفسها باقتصادها بسياستها الأمنية بصحتها بصناعتها بتماسكها بوحدتها بمؤسساتها الدستورية بنظامها القوي ولا يمكن أبدا أن تفرض نفسها جي تصنع لي تمثال وتحطه في وسط المدينة وتقول بذلك أنك دخلت التاريخ أو أنك استعدت أمجاد مرحلة معينة لا يمكن أن تتكرر إذا كانت تريد أن تقول أنت أيها البربري الأمازيغي إن صح التعبير أنك موجود قبل الميلاد صدق لي ما دمت بشر فأنت موجود من عهد آدم عليه السلام أنت موجود منذ أن خلق الله آدم وأخرج من ظلعه حواء وأسجد له الملائكة يراك موجود من هذا العصر ما تحتاج أنه الآن تروح تفتشني في التاريخ الفرعوني والتاريخي الماشي عارف واشي وتجبد لي شخصه تقول هذا جدي كأن هذا الجد الذي جبته منه من نفايات التاريخ أو شيء ستكون لديك قوة وستكون لديك عظمة تفرضها نفسك أنت الآن تريد أن تخلق صراع ما بين جزائر فقير وجزائر مريض وجزائر جائع وجزائر بلا مأوى فقط تتصارعون حتى تخربون بيوتكم بأيديكم فقط وليس أنكم تريدون أن تبنوا دولة أعفيقوا لرشدكم هناك دوائر في النظام في شرذمات في مختلف الولايات الجزائرية في الخارج التي تأتي من أطراف وأجهزة كلها هدفها تفكيك الجزائر جغرافيا وتفكيك الجزائر ديمغرافيا وأسهل ما يسهد تمزيق وتشتيت الجغرافيا الجزائرية هو تفكيك الديمغرافيا تحويل الجزائريين إلى أعراق وطوائف تتصارع فيما بينها وهذا الذي سيؤدي إلى دمار وتهديم والآن عندك بيت سيأتي اليوم الذي لا تجد فيه مأوى ولن ينفعك لا تمثال ششناق في تيزوزو ولا تمثال أمير عبدالقادر في الجزائر ولا تمثيل أخرى موجودة في كثير من الولايات الحقيقة أنه كما قال مالك بن نبي عندما تغيب الفكرة يبزغ الصنم وأنا أقول عندما تغيب الفكرة تأتي السكرة التي لن يصطفيق منها الناس إلا بعدما يحطمون أوطانهم فلا تنفعهم أصنام ولا تمثيل ولا كراهية تجاه الآخرين بل ما ينفعهم أن تكون لديهم وحدة ودولة ومؤسسات تدافع عنهم وتحميهم وتعطيهم حقوقهم وتفرض عليهم واجباتهم هكذا هي الدولة أفيقوا أيها الجزائرون الحديث طويل في هذا الألم في ظل أمل سيبقى قائما وسيتحقق يوما إن وجد الرجال ووجد الحرائر الذين همهم الوطن وليس همهم البطن ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ببركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله